المصداقية المصداقية مهمة جدا والمصداقية ما بقتش موجودة لان اتوعد الشعب بمليون حاجة ما حصلتش وده في حد ذاته هو المشكلة واللي انا من حبي في جيشي ومن خوفي على جيشي بقول لي جيشي ارجوك ابعد عن اللعبة السياسية اللي هي ممكن تأثر ما بين حب الشعب وما بينك اللي هي اصل قوتك يا جيش مصر ان انت 80 مليون ان الام لما بيمتلاها عيل بتبعث لك عيالها التانية دي قوتك من حب الناس لك فارجوك شيل عن نفسك القبعة السياسية واعطيها للسياسيين اللي موجودين وادعمهم وادعمهم عشان نخرج من هذه المرحلة اما الشباب اللي موجود في الميدان انا اتحدى اي قوة سياسية اخوان سلفيين ليبراليين اي قوة سياسية ان هي تقول انا اقدر اقول للميدان روح يمين ولا تعالش ده مش موجود والميدان فهم كل اللي حاولوا ينط على الثورة كل اللي حاولوا يركبوا الثورة كل اللي عملوا زعماء الثورة انتهوا الميدان حاطت يفطى كبيرة اللي يخش جوه يتكلم مصر مايتكلمشي انا الفترة دي عايزة مصر مش انا وبتفكرني وبقول لمجموعة الدبلوماسية الشعبية اللي سفرت اسيوبيا واوغندا وكانت واحدة بتتكلم مصر فنجحت ارجوك وتلم وتعالوا الميدان خلونا نخرج بمصر في مصالحة ما بين مصر ما بين المصريين وما بين بعض واحنا قادرين ان احنا نعمل ده وده دور علينا كدبلوماسية الشعبية انا شايف ان احنا لازم نعمله زي ما عملنا برا بلدنا محتاجان طيب نقاط كتيرة عايزة بس ارجع حاجة قبل ما ادخل في نقطة اللي بعدها دلوقتي يعني عشان بس الناس اللي بتسألنا وبتقول يعني لو المجلس مشي ايه البدالي باحنا عندنا بديل ان يبقى فيه مجلس رئاسي ما يمشيش المجلس ما بيقولش يمشي بدوره السياسي ما حافظش في الميدان بيطلب انه يمشي بيطلب انه يكون موجود بقوة يساعد في كل ما هو امن واعادة امن واسترجاع امن في الحتة الامنية بس على مستوى السياسي ونوضع الجزء السياسي في ايد السياسيين اللي موجودين فاذا عندنا حل ان يبقى فيه حكومة انقاذ وطني بسلاحيات او ان يبقى عندنا مجلس رئاسي مدني وفيه احد عضاء الجيش بردو طبعا ممثل المجلس ممثل المجلس هي قوات المسلحة علشان تبقى الدنيا واثبوتها عندنا اقتراحات خيارات تانية طبعا هو فيه اختيار تالت فيه اختيار تالت ان هؤلاء السادة الافاضل اللي خدموا مصر من وقت حرب 73 يطلعوا قيادات تانية جديدة من الجيش وهذه القيادات تتعاون مع الحكومة الشامعة اخلي بالك المجلس العسكري باخد قراراته ازاي بيتعرض عليه تقارير تقارير بيكتبها الخبراء ويقولك ادي مكاسب دي و ادي خسار دي و ادي خسار دي فهم لحد دلوقت لما تقري قراراتهم هو بيقولك احنا مش عايزين نواجه الفلول لحسن تحصل مشاكل هناك مش عايزين نواجه السلفيين اللي حرقوا بتاع الطفيح و قطعوا و اذن الراجل و مش عارف ايه لحسن نصطدر مع السلفيين مش عايزين نعمل ايه مع وزارة الداخلية لحسن نصطدم مع وزارة الداخلية لان التقارير بتجي لهم تقولك لو اصطدمت مع وزارة الداخلية هيحصل كذا فهو بيجي يحاول يعمل ايه اكثر المواقف اللي يكسب منها كراجل داخل بجيشه عسكري يعني انا دلوقتي كعسكري لو دخلت المعركة دي حفوز حفوز وبعدين مش هعمل خسائر ولا لا فبيحاول يوصل لكده السياسة ما بتشتغلش كده السياسة بتشتغل بأليات تانية انا لازم اطهر وزارة الداخلية وهناك وسائل تطهير وزارة الداخلية انا لازم اعزل الفلول وهناك وسائل للسيطرة من يتجاوز القانون يجب ان يحاسب بالقانون وبسلطة الدول يعني هذه الامور مش محسوبة طيب انا عايزة عشان في نقط كتير وقت هنا قرب يخلص عايزة بس اسأل العالم قد ايه الناس في الشارع ورفضة او الناس في المدان رفضة فعليا زي ما كنا حيك بتكلم مرافضة وجود احزاب لان فعليا احزاب خزلت الناس يعني دلوقتي حتى نتفرج على التليفزيون احنا لن نسمع حزب خلال الناس لن نريد في الشارع تسمع سيرة اي حزب ولو اي حزب تكلم ومبارح اي حد كان بيحاول يرفع اي شعاركات الناس ممكن تكلوا لانه خلاص طب احنا ايه البديل السياسي دلوقتي عندنا في حالة في الوقت اللي معظم الحزاب السياسية والطائرات كلها فقدت مصدقية شديدة عند الناس احنا هندخل هنعمل انتخابات امتى وانا هنعملها ازاي هننتخب مين انا هنتخب مين دلوقتي ودي عندهم حق مليون في المية الناس انا هقول له حضرتك حاجة انا عدت خمس سنين مستقل في البرلمان بعدين بعدك انا ضميت لحزب الوفد اعرق الاحزاب واخبر الاحزاب وقلت ده ايام حزب الوفد وده اللي موجود فحضرت معاهم الاتفاقيات مع الاخوان المسلمين والتحالف والاعدات والتقسيم وحاجة تحزن حاجة تحزن الناس بتقسم شيء مش موجود مش بتاعهم مش بتاعهم ومش موجود يعني المصيبة انه مش موجود فاكرة فتح وحمس لما كانوا بيتخنقوا ونقول بيتخنقوا على دولة مش موجودة دول برضو بيقسموا كعكة مش موجودة لان الكعكة دي عشان تبقى موجودة لازم يبقى فيه دستور جديد وبعد كده انتخابات والناس تنتخب ما بين الناس هننتخب مين انا شايف ان ديومين دولت لما نيجي نتكلم على انتخابات يبقى احنا بنتكلم على المستحيل وخليني بس في دقيقة ما في تأكيد مليون مرة خليني اقول لي بس لما حدكت قولي لان عايز اروح اسكندرية بالعربية بس العربية ما فيهاش بدزين وفيها عجلتين نايمين ومالمساحات مش شغالة والدنيا بتشتي هقولك ايه هقولك لا مش هينفع ان انت تروح اسكندرية الكلام ده كلام فاضي ها انت لما تقولي لي هعمل انتخابات وانا ما عنديش امن هه وانا ما عنديش اه 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 سلام اجتماعي جول المجتمع عشان يطلع لي الناس بكل امن وكل حرية عشان يروح يضلب صوته لما تقوليلي انا هعمل انتخابات في الوقت اللي انا عايزة اعمل دستور يعني الناس اللي تيجي دي تعمللي دستور والدستور ده محتاج توافق والانتخابات دي هتبقى مجزرة لإن فيها فلول لإن فيها أحزاب تتصرع لإن ولإن ولإن أقولك ما ينفعش إن أنت هتعملي انتخابات إحنا دخلنا وتقدمنا دي الديموقراطية طالما كل قال هنعمل انتخابات وليلي إزاي بقى النهاردة أنت هتعملي انتخابات نمر واحد إحنا علقنا كنا أول ناس أعلننا الثورة مستمرة أرجو بلاش أول وآخر ده واقع من الدالية الدكتور محمد غنين وإحنا من ساعة لما حصل قلنا يا جماعة إحنا تسمينا ليه الثورة مستمرة لإن إحنا شايفين إن يا جماعة ما ينفعش الثورة مستمرة لازم تخلص الثورة لازم نوصل إن يبقى عندنا دستور بالتوافق عشان بعد كده يبقى عندنا منافسة ماشي وناس كتير الحقيقة ولكن الكبار اللي صرفين مليارات كإخوان وكأحزاب العظمة اللي صرفها طبعا بالنسبة لها مش عايزة مش عايزة أنا مبرح بعدت رسالة وشكرت بعدت رسالة للمصريين الأحرار والكتلة المصرية شكرتهم إنهم علقوا الأعلانات بتاعتهم الانتخابات فرح الانتخابات بنمشي بزمارة وبناس وبغنى وأفراح وتخش البلاد ومؤتمرات إزاي أعمل الحملة وانا عندي 40 شهيد يا جماعة طيب دكتور إيهب إيه؟ يعني الأحزاب خلاص يعني بلاتي من الناس مش عايزة حزب مش عايزين مش عايزين أنا أسفة أقول مش عايزين كو بس يعني يعني منوكم مش عايزين نحن في الميدان ونحن مش عايزين نحن جزء منهم لأنه خزل نحن خزلت في الأحزاب هي القضية إيه؟ القضية أن الأحزاب دي مسألة انتقالية أنت بتنقلي من وضع ثوري لوضع ديمقراطي دلوقتي الفكرة أنه الأحزاب كانت بتحاول تفك المعادلة بتاعت إحنا مش عايزين نصطدم مع المجلس مع المجلس العسكري وإحنا عايزين نوصل إلى حل وسط علشان ننتقل انتقال سلمي وما نقدمش وما حصلش أنه الجيش اتورط فيه القضية بقى أنه الجيش المصري مختلف تماما عن الجيش التونس الجيش المصري جزء من العملية السيسية من سنة 52 وربما من قبل كده كمان وده مش حصل في تونس الديكتاتور التونسي بورجيبة ما كانش معتمد على الجيش كان معتمد على الشعب وعلى القوى الشعبية وريس والديكتاتور اللي بعده ما كانش معتمد على الجيش كان معتمد على الداخلية فالجيش فضل محايد تماما إنما هنا الجيش جزء من آه عايزين نعمل يعني فض اشتباك ما بينهم ما بين عسكر الأحزاب ما تقدرش تلعب الدور ده بدون قوى شعبية ولا الشعب كان عايز يصطدم مع المجلس العسكري ولا الأحزاب من المصلحية تصطدم مع المجلس العسكري ولحد الآن ما حدش عايز يصطدم استضام حقيقي لحد الآن احنا عايزين نصل إلى حل سلمي وحل ديمقراطي وحل منطقي عشان كده أنا بقول العدالة الانتقالية تتضمن تشكيل لجان عدالة وحقيقة ودي ما حصلتش خالص الحقيقة والعدالة دي ما حصلتش خالص يحاسب فيها لكل أحزاب وكذا من القوى السورية تشكيل مجلس رئاسي وده طالبنا به من أول لحظة من قبل ما نكون أحزاب وحنا كونا أحزاب يعني الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ده طلع بعد الثورة بشهرين علشان نحاول نتفاعل مع الشارع وأحزاب كتير الثورة المسلمين التحاول في الشعب كل دي طلعت بعد كده فإحنا لازلنا نحاول اللحاق ونلهث بالتعبير عن نبض الشارع الوضع دلوقتي بيقول أن العملية السياسية الآن توارت وراء العملية السورية ليه بقى؟ لأن العملية لأن المجلس العسكري وزارة الداخلية أعادوا انتهاك الكرامة والإعلام أظهر هذا الرجل اللي بترمي في الزبالة الرصاص اللي بتضرب على العيون الرجل اللي بيقول جدعي يا باشا برافو يا باشا ضربته في عينه يعني العشرات اللي بيسقطوا بيقول لك دول أسلون بيفقاوا عنين بعض ويمسكوا لي طلبة طلبة في الجامعة الأمريكية مسكين مينيرا الووتر بيشربوا ماية معدنية ويقول لك جايبين مولوتوف في مولوتوف أزاج بلاستيك يعني هذا النوع من الاستهانة يستدعي حالة ثورية الحالة الثورية تستدعي إن الأحزاب تنضم مرة تانية للزخم الثوري طيب ماشي يا داي خليني بقى أقول شوية معلومات كده عايزة أرجعها قبل معرفة الوضع إيه هيبقى في الميدان أستاذ مصطفى إعلان إنه هيتم وقف إطلاق النار أو وقف الضرب أو وقف العنف اللي بيمارس ضد المتظاهرين ده معناه في طياتو إنه كان فيه أمر بالضرب أطب ولا لأ بس إنه بقى فيه حاجات كنت بفهمين وما لأ الناس دي كان بتضع من راحة أو ألا كانت إيه طبعا فيه أمر بالضبر بالضرب والأمر دا ما يجيش الأمر في الظروف ديت ما بيجيش إلا من أوامر عليا الرئيس الجمهورية هو اللي بيدي الأوامر بالتعامل لوزير الداخلية وبعد كده وزير الداخلية بيدي للقاضة الميدانية خليني أرد على حضرتك برضو أسئلة بتتقال في الشارع تمام أصل العيل دي عايزة تدخل موزارة الداخلية لا الآن دي مش عايزة تدخل موزارة الداخلية الآن دي كانت في الميدان أيها ودخلوا عليهم في الميدان هتكوا الميدان وكانوا أقليات موجودة وهتكوم وشفنا بالفيديو وشفنا بالفيديو الضرب على الرأس اللي أفضى إلى موت بالعصى والهروات شفنا على الفيديو تعامل قاسي وقوي جدا من الشرطة العسكرية ومن الأمن المركزي اللي تغير شكله بالمناسبة الأمن المركزي أنا بشوفه من زمان أنا دلوقتي بشوفه القلب بسم الله ما شاء الله شده وبقى حاجة عظيمة زي ما يكونوا صعقة يعني كده يعني بسم الله ما شاء الله وتعاملهم مختلف هو إزيه مختلف ولكن على أي حال حصل هاتك للميدان وبعد كده هو سابوا الميدان تعالوا رجعوا يا أولاد تاني في لعب بيحصل ولكن الولاد اللي موجودة النهاردة في الميدان اللي مأمنة المنطقة دي لأن مات من عندهم عشرين بسبب هذا المكان التحفز اللي موجود ده ما تنساش إن الولاد اللي وقفة دي كلها مات له واحد صاحبه جنبه ومش هيروح وهيتنه واقف هنا هو والناحية التانية ما بتهديش اسحب الشرطة كامل وقف الجيش ابعت ناس من الجيش تتكلم معه حدت يا أخي مدرعات مدرعات وست الدنيا لكن انت فاتح الموجودة بس أنا عايزة أأكد يعني إنه بس عشان الكلام بتقالي إنه الناس دي عايزة تدخل وزارة الداخلية لا مش عايزين يخش عففلو شرق الشيخ رحان كمان كان متاح لوزارة الداخلية برضو لو محمد بقرب محمد بقرب مش شيخ رحان أقول لحضرتك حاجة الناس اللي موجودة في الميدان لو عايزة تدخل وزارة الداخلية هتدخل وزارة الداخلية وحصل يوم تسعة تسعة ومناء الشرق عمل مظاهرات عددية ودخل عند الداخلية ولكن هم مش عايزين يخش ده القلت رس عارف يدخل عند وزارة الداخلية يعني يا فاندي من برح بالليل كان في بتاع مليون واحد في الميدان ولا لو كانوا المليون دول عايزين يخش وزارة الداخلية كانوا راحوا لحد عبدين مفيش حاجة مليون مشينا بجنازة بجنازة واحد من الشهدان برح من ميدان التحرير مشينا من شارع مجلس الشعب وعدينا ناحية وزارة الداخلية وإحنا معديين تمهي مفتوحة من ناحية مجلس الشعب ابتدأ الداخلية تخرج لما شافوا النهش أنا شفت زباط الداخلية عملين يعملوا كده على رأسهم ويعملوا للناس كده الولادة ابتدوا يتحركوا لو لا الجنازة وإن في جنازة وندينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله اتسحبت الولاد ولكن في مليون مدخل الموقف خطير الموقف إن الشرطة عندها أوامر إن من وقت للتاني توم الميدان يهدى يولع تاني صحيح طب وده خليني دكتور ريهاب أنا برضو بسأل على شوية التفاصيل الغاز الجديد بتعنبارح بالليل ده عندنا معلومات عنه لأنه مالوش لون الغاز مالوش لون وغاز بينتشر ومن غير شكله من غير قنابل مسير الدموع مش عارفين بيجي حاش بيشوفوا يعني زياد دخاني أنا بعبت جدا من وراء أنا كنت واقف وراء أنا راجل كبير شوية في السن مش قد الشباب دول وقف بعيد عن محمد محمود عن دكوبري أصر نيلوم وعمر مكرم والحلقة مش ممكن روح في المستشفى الميداني فإذا هم يعني بيستخدموا وسائل جديد واستوردوا حاجات ما كانتش موجودة أكيد في يناير دي حار بيولوجيا لا إنه كيميوية يعني يعني في يناير محدش كان متوقع إن الميدين تتملي فالقلام المسير للدموع بتضربي في حتة محددة إنما الغاز الجديد ده بينتشر في مساحة واسعة جدا فدي حاجات مستوردة حديثا ومش في عجلة إنتاجه ومعندناش فلوس لحاجاتي بتستورد الفلوس مش عارف آه وحنجيب لكم منين وبتاع ونطلع فلوس لمنين عشان متجيب قنابل تقريب ختاما قبل ما